موسيقى لكن شي مسؤول في المغرب عنده كسر من 5000 وجه فره هو العمدة دي الدربيدة عبدالعزيز العماري علاش حيث منك توقع شي كاريته في مدينة الدربيدة ولا شي فضيحة عيوض ان العمدة العماري يخرج بوجه برز ويقول بي انني انا كنت حمل المسؤولية انا هو المسؤول الاول على تسير مدينة الدربيدة تيقول لك الله دي الله لا انا رأى ابنه عارفة اه محطوط اه كي يجبوا ليه كنسين رأى اللي مسؤول على تدبير الدربيدة هم الشركات دي التنمية المحلية وهم الشركات الاخرى بل بالعكس يقول بان هات الشركات التنمية المحلية لا دخل اللي فيها والامتالة متعددة في الفواجع اللي عشناها في مدينة الدربيدة وتنصرة من العمدة من المسؤولية دي الله فيضنط الأخيرة دي المدينة الدربيدة الفضيحة دي الملعب محمد الخاميس الكاريتة دي الأزمال اللي عاشتها في مدينة الدربيدة القادية دي الطبسات في مدينة الدربيدة الى اخره لكن لما يرغب العمدة دي الدربيدة في وضعي ديه بشكل غير قانوني على احد المرافق في مدينة الدربيدة كيلبس للقبعة دي العمدة دي الدربيدة تيقول كنه هو المسؤول اول على مدينة الدربيدة بل بالعكس انا هو المسؤول على شركة التنمية المحلية ويزيد بالقول بان شركة التنمية المحلية هي البنت الشرعي لمدينة الداربيدة يعني إيماناتيون دي الله فيه الحلقة اللي غنستشهدوا بها هي الفضيحة اللي كان الآن في المركب الرياضي اللي كان في شريع عبدالقادر الصحراوي بسيدي عزمان بحيث أن العنية الداربيدة عبدالزيز العماري يعني سخر واحد الكوموندو دي الشرطة الإدارية وسخر أعوانه وأنصاره للسطوة لهذا المرفق الرياضي وطرد الجمعية التي تسير هذا النذي بدون وجه حق وبدون سند وبدون اعتماد ضوابات المسترية المؤطرة للعمل في المغرب والأفضع من هذا هو أن هذا المركب الرياضي دي السيدي عزمان يعتبر في الحقيقة يعني هو الإشراقة الوحيدة في المنطقة بل بالعكس يعتبر أنبيجو بالنسبة للرياضة في المغرب لماذا؟ لأن هذا المنطقة دي العبدالقادر الصحراوي كانت أرض مغفرة وكانت أرض مهجورة ولكن يعني إرساءت الأصوات الشريفة آنذاك يعني في الثمانينات من القرن الماضي والغايرة على المنطقة بوجوب بناء واحد المنشآت الرياضية لتوجيه أولا بعدها للاستجابة للطلب على واحد مجموعة هذه الفروع الرياضية من جهة ومن جهة ثانية يعني هذه الملاصامات تبقى شمهجورة وتبقى خيبة إلى آخر فتوافقت الإيرادات لدي السلطات العمومية آنذاك ولدي الموظفيين والأطور اللي يسكنوا في المنطقة باش يدروا حد النادي والدروا حد الجمعية فكل ما بنية من تسعة وثماني إلى يومنا هذا من مرافق سواء الحلاب دي التينيس سواء المرعب دي الكرة القدم سواء الابيسين سواء الحلاب دي الفروسية سواء المرافق الإدارية سواء الصور سواء الأغراس والحضائق الموجودة في ذلك المركب إلى آخره كلها بنيت بأموال ومساهمات ودفوعات دي الأعضاء النادي يعني أن المنخارطين والأعضاء دي الجمعية اللي كتسير يعني المركب دي السلطات العمومية هم الذين مولوا كل ما يوجده هنا لم تساهم معهم الجماعة المشكلة مش هو هذا المشكلة يعني أن الجمعية فران وقدة بحومتها يعني لم تشتكي أصلا ولم تطلب يعني شي مساعدة من عند شي جهة معينة لتمويل أنشطتها وفروعها بل المشكلة هو أن العمومة دي الدربدة بدل أن يأتي إلى أعضاء المكتب الموسيقى للجمعية ويبوس ليهم رأسهم ويقول لي مودي بسميتي وبسمية المجلسة للمدينة وباسم مدينة الدربدة تنهنيكم وتنعلق ليكم واحد الوسام دي الشراف لأنكم استطعوا أنكم ترجعوا هذه المنطقة كما قلنا يعني وجهة وقطب جذب للرياضة فإذا به يحاولوا كما قلنا أن يدوس على القانون ويدوس على المفهوم دي الدولة الحق والقانون لاستطوي على هذا المرفق لماذا؟ حيث انتخابات على الأبواب والقتراع المقبيل يعني العمومة دي الدربدة عبد العزيز العماري يعني انتبه إلى أن ذكى ضحية جنوبية دي المدينة الدربدة تتمثل في واحد الحزام الذي يشكل هو واحد القلعة انتخابية هو واحد خزان انتخابي له ولأنصاره في الحزب دي البيجيدي وبالتالي كان لابد له من البحتي على واحد المضخة دي الأصوات كان لابد له من البحتي على واحد الآلية باش ينفخ الروح في بعض الجمعية الدائرة في فلاكيه باش يسلمها هذك النادي وهذا يعني قمة احتقار الدكاء دي المغاربة وقمة استغلال المنصب لتسخيره لخدمة أغراض شخصية وحزبية دنيئة دي العمدة ومن معها علاش العمدة جاء رافعة ضد الجمعية وضد هذا النادي وضد هذا المركب بثلاث مبررات المبرر الأول تقولك بأن هذا المركب تسيره جمعية بدون سنة دي القانوني وهذا تغليهت للرأي العام وهذا كذيب على الله أولا بعده ثم كذيب على الشعب المغربي ثم كذيب على القانون علاش حيث العمدة دي الضربدة عبدالي العمري يوجد في واحد البناية اللي فيها الوالدة دي الضربدة وفيها العامل دي الضياجي لحداه في لفس الطابق كان عيني يمشي دق هذي لأنه كان جاهلا ولا نظنه جاهلا بليتجاهل إذا كان جاهلا يدق على الوالدة دي الضربدة أو يدق على المكسب دي العامل دي الضياجي الله أرحم بكم السيد الوالدة والسيد العامل عفاك أعطوني الملفات دي الجمعيات لكلفة دي الضربدة وبالخصوص الملف دي الجمعيات التي تسيره المركب الرياضي دي الفروسية والمركب الرياضي عبدالقادر السحراويس دي عزمان وسيفاجع بل سيصدم العمدة دي الضربدة بواحد لرشيف يعني تقريبا يوقع الضرب الأطنان دي الملفات لأن هذه الجمعيات عقب عليها منذ 89 الآن العديد من الأعضاء والعديد من المكاتب والعديد من الرؤساء لنفرد جدلا وهذا أمر مستبعد لنفرد أن الواليد العامل دي الضياجي ما بغوش يعطيه هذي الوطائق يمشي يخرج من المكتب ويهبط ويدور المحكامة حيث يوجد المكتب للوكيل الملك ويدق على المكتب للوكيل الملك السيد الوكيل الملك الله يرحم بك أعطني ملفة القضائي للجمعيات لكنها تضرب دي وبالخصوص الجمعية التي تسير المركب الرياضي للسدي عزمان وسيصدم أيضا بأن هذه الجمعية تحترم القانون وتحترم الأجالات وتحترم الضوابط المؤطرة للعمل الجمعوي والرياضي في المغرب إذن ما ادعاه العمدة من كون الجمعية توجد بسند القانون في هذا المركب والدعاء باطل وكاذب والأخطر مما يبرز يعني هذا الدناء هذا التصريح الذي أدل به العمدة هو أنه منذ حوالي سنتين كانت المدينة دي الضربدة تباشر واحد المستهرة دي العقد اتفاقيات وشاركات مع بعض الجمعيات التي تسيروا بعض الأندية في الضربدة ونستشدوا بجوج النموذج الأول والغولف الملكي دي الأنفا والنموذج الثاني هو هذا المركب دي السدي عزمان لكن بقدرتي قادر يعني منذ 2018 تقريبا هذه المفاوضات كانت غادة في الاتفاق يعني دي الإبرام شاركات لتطوير يعني هذا المجال الرياضي بقدرتي قادر العمدة وقع مع النادي الملكي دي الغولف دي الأنفا والاتفاقي التي كان يفترض أن يوقعها مع الجمعيات دي السدي عزمان ننسل مو أنه أقبرها بل حاول أن يسطو على هذا المركب ويدينه تحت الإبطة الإبطة دياله إذن هذا السؤال اللي كي تطرح علاش البلدية دي الغولف وقعت مع الغولف الملكي دي الأنفا هل لأن هذا الغولف فيه شخصية نافذة ووعرة وعنده من يد طويلة وعنده من مطرقة يقدر تنزل على العمدة يعني في أي لحظة من اللحظات في حين أن المركب دي السدي عزمان حيث فيه موظفين بوسطة وفيه أطور متوسطة وفيه ناس علاقة للحال يعني الحياة القسيرة نقدر ندوزنا على ذلك السدي عزمان ونصوت فيهم ونصوت في الجمعية ديالهم إذن هذا معناه يجب أن يحكم هذه العمدة لأنه يستغل منصبه ليس لتسخيري اختصاصات دياله بما يخدم المصالح ديال البضاوة بل صخر منصبه لخدمة الأغراض الانتخابية الدنيئة دياله 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 تانيا العملة للداربيدة يقولك بأن احنا هذا المركب الرياضي سدي عزمان سنعطيه الشركة دياله ديالتظاهرات التنشيط لتجويده وكأن هذا المركب يعني ليس جيدا وشرحنا بأنه أمبيجو في مدينة الداربيدة طيب سدي نحن نعمش معك في هذا التحليل وهذا المبرير فيك هذا الشركة يعطي فيها بعض المرافق وبدل أن تحافظ على إشعائها ومكتسابات هذا المرافق التي كانت تعود تهبط إلى أسفل السافرين والنموذج هو الفضيح هذا الملعب محمد الخاميس وعشنا عدة كواريد فيه بسبب هات الشركة اللي حطيتها تسير المركب ثم المراتون ديال الضربدة ثم احنا سدي يقضي نمشي معك فهذا التحليل ديالك يك الدربدة في واحد المجموعة ديال منشآت ومرافق رياضية اللي سكن فيها عير الغرب وعمر عبل بزق ديال الحمام النموذج الساطع وهو السطاد فيليب اللي حطينا فيه كمغربة 12 مليار ديال السنتيم لو كانت عندك الغيرة على الملعام وعندك غيرة على الشهر ديال الضربدة وعندك غيرة على هات المرافق اللي ما عشيش فيها الغراب وما عشيش فيها الحمام كنت تمشي تعطيه هذا الاسدائل وترجع منه يعني واحد الاشرقة يقولوا وعدنا جوج نوارات عدنا نوارات عدنا نوارة في سيدي عثمان في ضحية سيدي عثمان وفي بن سيك وأخيرا العمدة يقول أنه لا ينفذ إلا مقرر ديال المجلس ونحن نعرف بحكم تجريبة كيف تطبخ مقرارات داخل المجلس وكيف تبرم يعني دسائس داخل داخل المجلس لإنضاج واحد للمقرر في الاتجاه أو أودات كان مأمولا كان مأمولا لو كانت للعمدة يعني نوايا حسنة أن يفتح نقاشا مع أعضاء النادي أو أعضاء الجمعية المسيرة للمركب الرياضي ديال سيدي عثمان في أفوق إما مثلا إحنا ندخلوا بالأرض وإنما ندخلوا بالزينة التي خسرتوا فيها الملائن على امتداد 30 سنة أو كان يعني تفكير في شي منتاج خر ديال تعويض ديالهم أو 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 المهم لسانسيال هو أنني أنا كعمدة مسؤول على جميع بضاوة ولست مسؤولا فقط على الحزب ديالي وعلى تسمين الأعضاء ديالي وعلى تسمين القلعة الانتخابية اللي كيتواجد فيها الحزب ديالي اشتركوا في القناة